السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بسم الله و السلام على رسول الله معكم و السلام عليكم في هذا الفيديو هناك تصميم خاتم مرسع بالمجوهرات فأول شي نضغط على Command و نختاره Amort Taurus و نضغط Enter بعد ذلك نكتب سفر نحدد قطر متاعها تكتب 17 تأكد أنك على الديامتر و تضغط كليك الماوس ثم تقرب و ليقن عرضه بالكيفية بعد ذلك نرسم نرسم نمشي standard و نرسم بمعلوميات السيلندر نضغط 0 و نقرب و نقرب لعن نصل هنا تقريبا نحن نعفو الخاتم يكون شكل مدبب من الداخل ليس شكل حلقي لأن هذه عبارة عن حلقة هذه عبارة عن حلقة نقرب نقرب و نقرب 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 و نقرب و نقرب على التقريب و نقرب و نقرب نقرب لهذر و نقرب خلقي بالتحديد أريد أن نقرب نقرب ستاندرد هنا كليك يمين نرسم سفير سفر سنتر امتاحها انتر ثم تديرها بكيفية هي تضغط وتخلي بهذه الكيفية كويس ولتكن هذي اول مجوهرة ناخدها نحددها ونفتح ونركب لأعلى كويس هذي اول وحدة ثاني واحدة نضغط وتحرك بالسهم تطلق الالت وتصغر فيها خلاص نبدأ نصغرها اه ما تصغرها شكي بكيفية اضغط شفت وصغر من اي مكان يا عجبك وليكون هذا وننزل شفت تكون ضغط على شفت اهم شي تمام نختار نفس الدائرة نضغط الالت ونمشي بالكيفية هذي ننزل لقطة خلاص نطلقها الالت ننزل لقطة وتضغط شفت وتصغر تبشي بساهمكي ولتقنوا مسافات متقاربة بعناتو ولتقنوا بهذه الكيفية توا هادو الزوز نبندير لهم مرور نبندير لهم مرور هنا فاشن ننزل ندير اول مرور مرور هادي وهادي وكليك اليمين نختار نجيل عندي هنين منرص شي منرص شي توا نرص شي لعن ما حدد لي نقطة هنين نضغط هنين نلص نلص ونضغط الموز اذا نديرت لهم مرور على هذا المحور ثم ثم بعد ذلك نطلع من front view نمشي perspective view إلى هذا الشكل الخاتم المبدئي عنين من بيش نلحمهم هادو في الحديدة نعتبرهم كانوا يكون خلاص يعني خليهم بالشكل هادا لكن في حاجة نبنديرها اني بندير بولين difference بين هادي وهادي يعني نخلي هادا ياخد تجوي في هادي فاشن ندير نمشي لسوليدس ندير بولين difference لهادي ندير كليك الموز الليمين نحدد توا كل دائرة من الدوائر هادو وندير كليك الليمين اذا لو كان نحيت هادي شوكي في خداية اذا اصبح خداية تجوي في متاع عيني كأنه حطت المجوهرات عليه وهك يكون اشبه بالحقيقة نرجع ال perspective view نمشي تول texture توا هنا بنضيف كذا كال texture هتلقوهم اسفل في الوصفة ان شاء الله في وصف الفيديو هتلقوهم حملوهم اول واحد اللي هو تمشي custom نسميه فرضا gold اللي هو الذهب تنزل لعندي texture color ندير click to assign اول واحدة gold والتاني نضيف واحدة ثانية متاع jewelry ندير custom jewelry ونقوم بعمل تنزل لطا تكتشر نقوم بعمل تكتشر متاع jewelry توا ش ندير نحدد هذا وشفت مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا وش نديره هذا ندير لجولرية طبعا assign to object نفس الشي هذا نديره مع gold ندير بعد ما حددته ندير لجولرية اليمين ندير assign to object تولا ما نمشي هيبان لي كيف يطلع الشكل امتاعي وهذا هو الخاتم امتاعي اه ياخد بعض الوقت بالشيقرة فنخليه بعض الوقت اذا هذا الخاتم بصورة نهائية نتمنى تكونوا قد سفدتم معي في هذا الدرس على امل لقابكم في درس قادم يعوني الله تعالى شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته